السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركته من أهم البوادر على اهتمام الدولة الجزائرية بالمجال الصراعي هو انتقال المسؤول عند الفلاح من أجل تشجيعه والوقوف على حاجته فأصبح المسؤول مهما كانت رتبته سواء على المستوى المحلي أو الولائي أو حتى الوطني ينتقل عند الفلاح ويقف على المشاكل ويبادر في حلها وهذه العوامل هي التي جعلت عربة التنمية الزراعية تنطلق وبقوة ها هي الجزائر على مقربة من تحقيق الاكتفاء الذاتي في القمح بنوعيه الصلب والليل والبارحة فقط كنا نستورد في عدود 75% من الاستهلاك الداخلي الجزائر تسير في خطى تحقيق الاكتفاء الذاتي وفي مختلف الاحتياجات الداخلية من حبوب خضروات وفواكه فعربة التطور قد انتلقت وهي تسير بخطوات ثابتة وان شاء الله على المدى القريب ستصبح الجزائر من اهم الدول في الانتاج الزراعي ان شاء الله من الأخر من المرض بحكم نوعية تحقيقي هذي نوعية تحقيقي تحدد الحقيقة وان تراجع على ما هي وهذا شو بي احبيخو احبيخو مصنسا هوا قفالها شو permissions لايباد مرتعون وليات كمس ملكم في قتل ترجع كامل هذا هو تحقيق نتروح المنطقة جنوبية وكل طرير من الولاية شوف المكسل اللي بتزيق الحمد لله، اكيد هنا واحد في النعمة ما يسبقش فليه يقولي كي يمنتوش بالشكلة ما تبدل بالمعنى الركب وقراسك جاهد، قاع في الإطارة عيدا ان شاء الله وذيهنا نشاهد مسؤولي هنا في النوى الحمد لله، زرت نباراة والشؤول لها بده بيا مش انتعوا بده بياه، كل الفلاحين كل الفلاحين، كل حمالا باعلن باعلن الله، انه يدارك فيهم كاملين فيه لا نبغى الفلاحة ونبغى تل يفلح هو اللي يجهد والله لا نبغى اللي يفلح والله عليك تيفا هذا هو التحدي الحقيقي كان باليزم يتبعوك خلا هولي يحب يخدم كي نتبعيش ونصنقالي